هعلمك بقى ان شاء الله في الفيديو ده ازاي ترسم الوردة الجميلة دي دي وردة موديرن اول حاجة هنعملها هنعمل لها تخطيط بالقلم الرصاص بس هنا ما صورتش التخطيط اللي بالقلم الرصاص علشان مش هيبان في التصوير خالص فعملته برصاص وبنأكد مع بعض دلوقتي باللون الاسود اظن التخطيط سهل جدا والوردة دي اصلا سهلة جدا ما فياش اي حاجة صعبة وردة خمس ورقات بسيطة وبنرسم تحت الخمس ورقات دول ورقتين شجر كبار بالشكل ده تحت الوردة وبعد ما بنرسم العناصر الاساسية دي بنجيب اللون البيج وبنيجي على شمال الوردة وبنحاول نعمل آآ تمويه وتسيح للالوان يعني عملنا الاول لون بيج مخلوط بالاسود بعد كده لون بيج مخلوط بالبني وده مجنهم في بعض طبعا اللي فوق ده اللي هو المخلوط بالبني وبرسم الشكل العشوائي التلقائي ده ارسم اي شكل يعني مش شرط تلتزم بدا بالزبط بعد كده بنجيب اسود تحت البيج اللي احنا عملناه وبنضيف عليه الاخدر طبعا مدموج في الاخدر والاخدر هيبان معانا بشكل اوضح دلوقتي بزود الاسود شوية وبحاول اقتر اللون في الفرشة وعمل تسييل للون اي لون اشتغلنا به او هنشتغل به تحت تحت الوردة دي بعمل تسييل بالطريقة دي وبطيف برضو الفاتح عند الاسود ده وازهر الاخدر شوية كده باجي بقى من الجنب اليمين واعمل الوان بنيات ببدأ بالبن الغامق وبضيف عليه فاتح وبعمل برضو التسييل ده بطلع فوق اضيف الاخدر شوية وبرضو بعمل التسييل من تحت باللون البني ده بنفس الطريقة بزود اللون وبخفه بالمية وبخليه سيل على اللوحة بالطريقة دي بحاول بقى لون ورق الشجر اللي تحت الورقة اللي على الشمال دي هعملها باللون الاخدر ببدأ في البداية بلون اخدر فاتح وبعد بلون اخدر غامق وبعد كده بضيف الفاتح طبعا من تحت الوردة الورقة بتكون اسود الورقة التانية دي هعملها باللون البني طبعا الاسود ده اساسي من تحت الوردة تمام بعملها باللون البني لان طبعا ورق الشجر عندنا بيجي بكزا لون في البني في البرتقاني في الاصفر في الاخدر فما فيش اي مشكلة خالص بجيب اللون الابيض الصريح ابيض مش متضاف عليه اي حاجة خالص وبعمل التأثيرات دي في ورق الشجر بعمل الحواف بتاعتها وبعمل بعض التجزيعات اللي في النص باللون الابيض الصريح بالطريقة دي بابدأ في تلوين الوردة نفسها بقى باجيب لون برطقاني ماي للاصفر عشان البرتقاني عندي مكون من احمر واصفر فبخليه ماي للاصفر اكتر وباجيب الورقة كلها باللون البرتقاني ده وبعد كده باجيب اللون البني ومن تحت بابدأ اطلع لون بني وسياحه في البرتقاني بالطريقة دي طبعا الوردة التانية برضو هشتغل بنفس الطريقة مع اختلاف الالوان حاجة بسيطة ممكن اللون يبقى اصفر اكتر يبقى برطقاني اكتر اضيف الاحمر برضو مفيش مشكلة طالما الالوان من نفس العيلة اللي انا شغال فيها عيلة الالوان مفيش اي مشكلة طبعا الوردة سهلة وبسيطة جدا وطريقة العمل سهلة جدا وبرضو لو اي حد عاوز يعرف اي حاجة او في اي حاجة صعبة على اي حد يكتب لي في التعليقات وهتواصل معها بشكل خاص واي حاجة هنحلها مع بعض ان شاء الله الورقة الرابعة اللي على الليمين دي هحاول عمل لها تسيل من اخرها عشان تندمج مع شكل الرسمة بتاعتنا وعمل لها تسيل كده شكلها ممتاز مهم ان قلب الوردة بتاعي بيكون اسود او غامئ يعني اللي ممكن يكون بني برضو مهم ان هو لازم يكون غامئ بجيب اخر ورقة معنا دي بتتعامل كلها باللون الفاتح وندف فيها غامئ خفيف او احمر خفيف خالص كده تقريبا دي الخطوة اللي قبل الاخيرة اللي بنعملها اللي عملناها في ورق الشجر باللون الابيض الصريح وبضيف لمسات خفيفة في الورق اللي احنا عملنا ده تقريبا الحواف كلها او مش كلها بس يعني جزء كبير من الحواف بجيبه باللون الابيض ده وبعض التجزيعات الخفيفة اللي موجودة داخل الورق ده بجيبها برضو باللون الابيض ده طبعا في اماكن معينة كده بحس ان لسعة الشمس جديدة فيها او لسعة القضاءة فبحاول ازود فيها الابيض على قد ما بقدر زي الاماكن اللي بنعملها دي الفضل لنا خطوة واحدة هي الخطوة الاخيرة بجيب فرع صغير كده طالع من قلب الوردة من داخل الوردة في البداية بعمله باللون الابيض بعد كده بضيف له خط من تحت بالاسود وبعمل فيه شكل في نهايته كده زي ظهور صغيرة من نفس الوان الوردة اللي احنا اشتغلناها دي وكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا وخلصة الرسمة اتمنى اشوف رأيكم في التعليقات واشوفكم الرسمة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة